جاي يكتب عليك عقد عرفي ويتفع لك 250 ألف جنيه وأنا شوية كده وهبعت أجيب عيلين من بره يشهدوا على العقد والمصاريح هذا والعقد جايز والعقد ده مكتوب قد إيه؟ معروة مؤقت قد إيه وقت يا أستاذ؟ هذا لا يجوز يا ستنان عاجد النكاح إذا تحددك فيه مدة فسد وهذا خالف شرع الله وأنا ما أحب خالف شرع الله خلاص يا أخويا ما تخالفوش وأنا أجمنك منين مش جايز تستحلاها؟ ولا تخليني أسيب مصر وأجي عندوكم؟ هذا ما يصير يا ستنان أنا عندي عيلة تلت زوجات وتسع أولاد أنا أبي أجي مصر علشان أروح عن نفسي ليش أخذك معي؟ خلاص يا أخويا يفتحها الله 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 تعالي يا ناني بس خذي بس يا شيخة تعالي بقولك يا عزود افرع الموضوع ده خلص يا أخويا أنا قلبي مش مرتاح ما تستهدي بالله مال يا ناني يا الله ليه عمدي الكريم مليون حل؟ لا مليون ولا مش مليون أنا مش عاجبني اللهم من أوله والأخ ليه بس يا ناني يا الله؟ ليش يخلوان دراجل طيب وزي السكر؟ هدفعلك بتدو خمسين ألف جنيه وعلى فكرة بقى أنا ممكن أن أطعط عليك وخليهم لك ثلاثمائة ألف خلاص يا أخويا لو عجبك اتجوزوا أنت وابقى أعملوا خاصة الصالة على الصالة يا ست سوريا الصالة على الصالة بقى سايبك في مصر كوريا بقيت سوريا ايه ده؟ ايه يا أخ انت اللي انت بتعمله ده؟ عايز ايه؟ انت اللي عاوز ايه؟ أنا خطيبها ما تقولي له يا ست سوريا ده الأستاذ عماد المحان وأنا هفضل في حضن البقف ده كتير؟ سيبه يا أخ سيبه فيه ايه؟ عاوز ايه؟ احنا مش قلعنا الدبل وخلصنا؟ ممالو بس يا ابت ده فيه ايه؟ ده احنا طلعنا جامدين قوي ورينه ايه ده؟ ده احنا طلعنا جامدين يا بات اخلع من هنا كبداكي وأنا سايبه مصر كلها عشان تنطلي هنا؟ اخلع مين؟ بقى أنا سايبه الراجل الكبير وجايلك وتقولي له اخلع اخلع مين؟ ومالعاوز ايه؟ انا مش عاوز انت اللي عايزين انت والرجل اللي مشغالك ده بقولك ايه؟ اه ساز كنتاك انت لو في طريقة محترمة اكتر من كده نتكلم لا كنتاك ده عن ضمك في مصر اه بس لو عادين نتكلم باحترام وماله نتكلم انت عرفاني محترم زبالة بس محترمة يلا نتكلم باحترام حاطر يا خب افضلوا امن كنت عايشاني في دور عبدو موتى ليه؟ مسائل اماني يا ستي ناني امشي من وشي السعدي يا تعاون انا عفريت الدنيا بتنطت قدامي اوقفوني خليتي الشيخة الواني يكتب الكتاب ويعلي الجواب وانت عرفت الحكاية دي منه بعيب ده انا تعاون اللي يعرف الكتكوتي اللي جوه البيضة دكر ولا انتايا المهم النصباية عملت عليكي ولا فكرتي نصباية ايه؟ امال انت يعني فاكرة عزوز بيرم ربع ملايين كده يعني ايه؟ يعني اللوكلك مش هينفع هنا اطلع غيار هدومك ورمي نفسك في تاكس واسبقيني عن نسكافيك كبير اللي بأول شارع الماني حرفة؟ اه ربع ساعة وههبأ واجينك اقولك عالدور كله ورسيكي ولو عجبك الدور ابنيلك عليه دور تاني ويبقى دوبليكس يلا يا بنتي يلا اشتري منتا امش هتخسج صلوا بقى على اللي حيشفع فيكم المصلحة دي بتاعتي ها؟ وفلوس ماروان دي كلها كأنها مكتوبة باسمي في البنك الاهلي وأنا من صغري اللي ينط على لعبتي انط على رقبة ام يوه؟ انت عدا كولهم بالصوت ولا ايه؟ الليلة دي مش ليلة كاكب داكي وبعد انت على هنا فلوس اللي انت كبشها في عبك دي ده انت حيلة سواقل بيه؟ سيب الدكتور والاستاذ يشوفوا شغلوه؟ عايزين نرجع البيت؟ عايزين نطلعها من السجن؟ البيت غلبانة مربية في مصر؟ وبعدين بقولك ايه؟ انا مش جاي هنا هتخنق معاك على لقمة عشان اكلها منك انا جاي رجع رخيف كله لصاحبته بص إبراهيم انا هقولك كلمتين كده بالعقل علشان مصلحتك لو انت فاكر بطريقتك دي وبحركاتك هتعرف تضحك على مروان؟ تبقى غلطان يا عم تنايل بقى ميسك ده؟ انا مش عارف اضحك على مروان؟ يعني انت لما تلبس كوريا فستان مفتوح هتوقع على سنانه؟ زي ما كوريا قالت لك بالظبط إبراهيم لا احنا جايين نسرق ولا جايين ننصب احنا جايين نرجع الفلوس لصاحبتها والنا بيعمل حاج انت بالذات تسكت خالص ده انت بالذات مروان معلم عليك مرتين قبل كده مرة لما أقلب فلوس الست المحبوسة ومرة تانية لما أقلب منك خطيبتك فما تجيش بقى في اليونان تعمل لأحمد الساقة تقعيم انت انسان مش محترم يعم موسكت بقى وخالي ليلتك ومنجوم بدل ما غيملك وعتملك أبوها استنى بس يا نادر النس مع الرجل بيقول ايه؟ بس سكوتيا انت كمان بقول لكم ايه؟ من الاخر كده المصلحة دي بتاعتي ها؟ ولو شوفت كوريا مع مروان تاني انا هكوب جزع المصلحة وتولع بنا كلان يو؟ هو فيها براهيم نعم هو انت جاسي لما كنا في مصر وكنت عملها اتخانق معك عشان تبعد عن الوطى عنو العيل المعالي ماشيين في الشمال هو انت جاي كمان هنا تمشي لي في الشمال انت ايه؟ ما بتحرمش حرام عليك يا براهيم عايزين نرجع لبيت جول اللي مرميه في السجن دي حرمت عليك يا عشت حرمت عليك عشت انت لابسالي فستان مفتوح ومشالي مع رجالك بيداً وجاء تتكلمي بس احنا بقى كوريا لينا بلاد تلمنا والله بقى انت ملكش حكمة علي اه مش انت كنت شايفني في مصر نقص ندقن وشانت؟ خلاص يبقى انا حرى بقى بكيف بشو عمل لانا عايزين في الجزمة في اليونانة لا والمصحف في الجزمة في اليونانة انا احنا في غربة يا براهيم ماشي انا هامشي بسيبوا لك يا دكتور انت عارف خطيبتك فين دلوقتي في المستشفى بتسقط عائل ابن حرام من مروان يا لأ يا لأ ده مجنون ولا ايه؟ مش بالبادل لمو اخذة مش بالبادل عارف لو بالبادل كان زمان مندوبين المبيعات مسكين العالم الشيخ يلوان ده ستنا انا اللي مسلمه العزوز الراجل اول ما شافك كان عايز لمو اخذة يدقليجك بس عزوز قاله دي مش سكتها قاله خلاص اتجوز ورمى فيكي ستمائة الف جنيل عزوز يا لهوي ستمائة الف يا نسبتي بمال كان هيالها في كرشه تلتمية وخمسين الف ويديك انت متين وخمسين يا ابن الحرمية يا عزوز يا وطي يا ناقص ده دي بقى التقيلة ولا جيب حد يشيل معاكي هو فيه اكتر من كده يا خوية الشيخ يلوان ما كانش هيطلق حوار الشهر الجواز ده كان اشتغالة من عزوز اني سمعتهما حضرت القعدة من اولها الاخرة عزوز قاله هي مش هتقبل تتجوز على طول احنا هنشتغالها ونقولها موضوع الشهر ووقت ما تبقى على ذنبتك بقى اعمل فيها ما بدالا يا زبالة يا عزوز يعريت الرجالة طيب انا يا خوية اشضماني بقى انك مبتشتغلنيش فوقك من عزوز وانا هزبطك مع الشيخ واسلمك في ايدك نص مليون جنيه ولها فانا ميت الف بولبل نسيبك كبري انا وانتي انتي تعيش بالنص مليون وانا اشوف حالي بالعمود يا سلام وانا اعمل ايه بقى بالنص مليون جنيه وانا متجوزة الدهولة ده هو مش عاوز يطلقني ويطلقك ليه ده هو هيعيشك برنسيسة البرانيس ثم لو اتخنقتي منه اقري فيه في عشته زهق ايه خليه قولك بتبعديني عن حياتك بالملل وخلتينا اقول خلاص لمو اغزة مفيش امل وساعاتها هتتطلقي ومعاك القرشين افتحي الكبري بتاعك هتلاقي تعطع معاك ممكن اتدرهولك انا وابقى اكبر كوات في الوطن العربي كله خير يا دكتور ضربات القلب مش منتظمة وهتفضل تحت الملاحظة ضربات القلب مش منتظمة ده كل اللي عملته ضربات القلب مش منتظمة قلبي ايه ده طب ميه انا بقولني وديها مستشفى تاني خلاص يا بابي انا انا كويسة انتي لازم تخرج من هنا انا مش هوفى اتفرج عليك ارجوك علي ارجوك الحمد الله السلامة وراء العنم بذينا مش كده احزن لا شايلة ولا جارة ولا بامبرز وحضنات وحضنات يا حبيبتي اللي زينا مالوش تقطان على الهاجات دي مسجل ابراهيم كبدك عندك ايه ابراهيم ابراهيم وانا حسك ان ملت ابراهيم عندي ليه اه صحيح هتسايفيه عندك ليه اه عندك حق عندك حق اه 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 حركة برضه حلوة اه لا براهيم يلا اه يلا خدي اوليلو ان احنا مستنينا عشان يروحنا يلا مام يلا اه براهيم اه اه وانا حبيبة قلبي تعالى للمستشفى عشان ترجعنا على البيت ايه ده او مروان مش عندك ولا ايه ليه ما كلمنيش هو تعالى بس يا الله ابراهيم ما تداخرش احنا مستنينا كله طب تمام مسافة السكة سلامت يا نجا حبيبة قلب السلام يا ابراهيم الف سلام عليك وراء الهنب الف سلام بصة استاذ هاني انا عايزك بكرا الصبح تقدم طلب برئيس النيابة بكله وتقول فيه ان حالة هايدي الصحية ما تسمحش انها تقعد لا في السجن ولا برا السجن وعايزك كمان تحدد مكان اقامتها هنا على فيلا والدها وتطلب انهم يفرجوا عنها بكفالة خصوصا انها اثبتت حسن نيتها لما سلمت نفسها بس ما اعتقدش مش اشفى السجن هتطلع التقرير بكده قدم انت بس الطلب وانا حاجب لك التقرير ريا اخي استاذ هاني انت محامي بتاعنا ولا بتاع المستشفى ده استاذ نادر بيقول فيك شعر طيب حاوم انا بقى دلوقتي لما تقدم الطلب ويطلبه منك التقرير بقى اكلمت بصوا بقى الودة فاكل نفسه صايع وهارف يضحك على واحد زي مروان بس متستهونش بيه قوي كده كبدك يجن بردك ولو قشط مروان قابلينا البت جول مش تطلع في سنانها السود انا شايف انه انسان حقير ولازم نخلص منه نديله ارشين ونبعده عن مروان بدلا ما يباوز لنا كل حاجة يو طب انت بتشتموا ليه دلوقت ليه بتشتموا في غيابه يعني اما يبقى فوشك يبقى اشتموا براحتك كبدك يناقس اه لكن جدع برضا والنبيهض علينا بس انتو الاتنين خلونا نفكر في طريقة نجيب الودة فصفنا نديله ارشين ونبعده عن مروان خالص وليه نبعده اسمعوا مني بس انتو هدهولي وانا استفرد بيه ونديله ارشين ساعتها يبقى معانا مش هو بيشتغل سواء لمروان اهو برضا يبقى عين عليه وبعدين الودة كبدك يناقس اه لكن مايبقىش كوريا قابد بعد كل اللي قالوا انا مش فاهب بتحبي ايه في البلطاج ده يو النفسية دي كوريا الودة احنا لو اتفقنا معاه تضمن ايه كبدك